بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى الله وصحبه أجمعين طيب نبدأ بالكورس الـ NEC 5 بعد ما تعرفنا على بعض طيب بس مقدمة سريعة في الـ أنا عندي هون بالشهادة تبعتي كيف كانت خاصة بعد التغير أنا عندي الأساس عندي دايما الـ FortiGate هي كشهادة بالسابق كنت لما نمتحن شهادة الـ FortiGate لـ NEC 4 اللي كان اسمها كنت عطول تاخد شهادة إنك أنت certified بالـ FortiGate هذا موضوع اختلف شوي هلأ ما بتاخد فيها شهادة رسمية كـ Professional فدمجه قال لك أول شي عندك لازم تكون شهادة الـ FortiGate هاي هاي بيسموها الـ Core Exam تمام؟ بعد الـ Core Exam عندك شغلات شهادات الـ Elective طبعا مش كلها هاي هاي بضع منها في عندك مثلا زي الكورس طبعا الـ Forti Manager الـ Forti Manager مع الـ FortiGate الكور هيخليك أنك أنت تكون certified professional network security professional ولو أخدت كمان حيكون معك شهادة تاني من FortiGate على الـ Forti Analyzer كمان نفس النظام فانت إذا معك FortiGate أصلا هتاخد أي وقته هتصير أنت هون certified FortiNet هي بيسموها FCP فـ FortiNet Certified Professional هتكون بالـ Network Security وطبعا كذلك إذا كتاخد Forti Switch اللي خاصة بالـ Switchات أو الـ FortiNAC أو الـ EMS أو الـ Authenticator إلى آخره طبعا عندهم مشاهدات كتير في هذا الموضوع تمام؟ طيب نيجي على الـ Exam Topics أول شي الشهادة هيكون اسمها FCP Forti Manager 7.4 Administrator هيكون في عندي Outline عندي اثنين Outlines في الـ Exam Outline وفي عندي الكورس نفسه Outline نحن هون عم نحكي بالـ Forti Manager طيب فأول شي عندي الـ Administration راح نشوف كيف نعمل describe للـ Forti Manager والـ Features اللي فيها إنه شو هو الـ Forti Manager الخصائص اللي فيها شو بيقدم لي حنشوف كيف الـ Initial Configuration تبع الـ Forti Manager وحنتعرف على إيش يسمو الـ Adams اللي هو الـ Administrative Domains وحنفهم فكرته بعدين بيجي في عندي شي يسمو Device Manager كيف نعمل Register نسجل الـ Forti Gates ونحن عمنا كورس طبعنا Forti Gates أوكي فنسجل Forti Gates وكيف فكرة الـ Adams طبعا وكيف نقسم الـ Adams حنعمل Install Configurations و Changes باستخدام الـ Scripts حنشوف كيف فينا نعمل Diagnosis للـ Issues وفي عندي شي يسمو Revision History عشان مثلا إذا صار في عندي مشكلة أنا عملت Configuration معين فبرجع مثلا إلى Revision كان في عندي Stable هذا Revision طبعا في عنا Policy and Objects هو الكور تبع الفكرة تبعتنا وهو كيف بقدر أعمل أنا Policy and Objects وأديرها من الـ Forti Manager كيف أتحكم بالـ Adams Revisions كيف أعمل Configuration لإشي يسمو Workspace وأعرف المودز تبعها أعمل Perform Policy كImports بقدر كيف أعمل Imports لـ Policy من Forti Gates أو إذا عملت كمان عن طريق الـ Forti Manager الـ Policies والـ Objects أعملتها فبقدر أعملها Push للـ Forti Manager في عندي شي يسمو بالـ Advanced Configuration رح نتعلمها حنشوف Describe Forti Manager الـ H-A هلأ الـ H-A مطلوب من النظري رح أحاول أدخله كعملي بآخر الكورس وكي نطبع عليها وشو كيف نعمل Configuration للـ Forti Guard Service لأنه زي ما تبتعرفون أنه الـ Forti Manager يعني إحنا أو أي ديفايس من Fortinet أنا لازم أوصله بالـ Forti Guard عن طريق License فهذا License بقدر أخب منه مثلا دائما الـ Updated Signatures بقدر أخب منه ندعم Support من Fortinet Team فبرضو أنا بقدر هون أخلي الـ Forti Manager يـ Act as Forti Guard من أي ناحية من ناحية مثلا إذا بدأ أعمل Update للـ Firmware بدي أعمل مثلاً Update للـ Signatures فبخلي كل الـ Forti Gets ياخدوا مني أنا كـ Forti Manager بشو هاي بستفيد منها؟ بخفف Load على الشبكات وعن Network زي مثلاً لدرس إشي بالـ Windows اللي عنده خبرة بالـ Windows لما أنا أعمل الـ Windows Server مثلاً أعمله هو اللي بيعمل مثلاً Update مثلاً إذا عندي Update لـ Firmware جديد فبخلي كل أجهزة الـ Computer عندي بالشبكة تاخد الـ Update من الـ Windows Server تبعي أوكي ما تاخده من Microsoft عشان ما تعمل لي Traffic و Load عالي فبرضو هاي كمان رح نتطرق لها ونشوف كيف نعمل Configuration للـ Global Database للـ Adom وأخيراً طبعاً قسم الترابل شوتنجز طبعاً بعدين عم بحكي بالـ Exam Topics أوكي كيف فينا نشوف الـ 40 Manager deployment scenarios شو الـ deployment scenarios اللي عندي وكيف فيني أعمل عليها ترابل شوتنج ترابل شوت الـ Importing والـ Installation إشو اللي ممكن تحصل معاي ترابل شوت الـ Device Level والـ Adom Level ترابل شوت System Issues لما يحصل معايي System Issues كيف ممكن أتعامل معه على ما نيجي للـ الكتاب الرسمي شو الـ Modules اللي فيه طبعاً عنا Introduction و Initial Configuration عندي Administration and Management أنا طبعاً ما بمشي بالترتيب بس بالنهاية حعمل Cover للـ Modules كلية وطبعاً إكسترا عنا هنشوف كيف فيني نعمل Device Registration اللي هو الـ 40 Gets كيف نعمله Registration على الـ 40 Manager وحنعمل برضو كمان في Module for the Device Level Configuration و الإنسليشن تبعه هنتعامل مع الـ Policy Objects طبعاً Policy Objects بالكورس عنا يعني عامل يعني بصلاة الضوء على كم Policy and Objects لأنه هذا مش كورس 40 Gets بس أنا رح أضيفي شوية Policy and Objects منه يعني تذكيراً بالـ 40 Net ومنه برضو كمان تعاملاً مع الـ 40 Manager حنشوف الـ Global ADOM والـ Central Management كيف فينا نتعامل معه ونشوف هذا الـ Central Management Diagnosing and Troubleshooting كمان طبعاً Troubleshooting طبعاً حكينا فيها بالـ بالـ وفي additional configurations شوية configuration سواء كان CLI أو عندي بالـ GUI تمام لما نحكي عن الـ 40 Analyzer الـ 40 Analyzer حيكون الـ Exam name طبعه FCP 40 Analyzer 7.4 الـ 40 Analyzer إذا عم نحكي كـ Exam Topics حنحكي بالـ Configuration طبعاً حنشوف الـ Initial Configuration طبعه كيف فينا نعمله booting up نعمله الـ First Setup الـ IP Addressing طبعه زيه زي الـ 40 Manager زيه زي الـ 40 Gate حنشوف الـ Configuration تبعت الـ Administrative Access كيف فينا نعمل للـ Administrative Access حنطبق الـ High Availability طبعاً الـ Configure Administrative Domains الـ Adams حنشوفه كيف الـ Adams من ناحية الـ 40 Analyzer حنعمل Manage لشيء يسمه RAID وحنشرح شوه الـ Raiding Manage Desk Quota والـ Backups وDescribe 40 Analyzer Concept شو الـ 40 Analyzer شو الكيس لأنه بس تخدمه كـ 40 Analyzer كمهم عندي وهذا طبعاً شيء خاصه بالـ Sock إنه Security Operation Center عندي شيء يسمه Content Inspection حنشوف كيف Device Registration والـ Communication معه حنشوف كيف نعمل Manage مثل الـ Device شو الـ Device معنى بشوف أنا شوفي عندي إذا صار في عندي مثلاً High Consumption بالـ Traffic بقدر أشوفها من 40 Analyzer إذا حصل عندي مثلاً اختراق معين صار في عندي مثلاً CPU Utilization بقدر كمان أشوفها من 40 Analyzer وكيف أخذ الـ Action طبعاً Logs والReports اللي هو Core تبع 40 Analyzer نشوف كيف نتعامل مع الـ Logs نشوف كيف فينا نطلع الـ Report تسنسى فيه من هاي الـ Report إذا عم نحكي كموديولز عندي خمسة موديولز رئيسيات فيه طبعاً Initial Configuration Administration Management Red والـ High Availability والـ Device Management والـ Logs والـ Reports تمام؟ طيب في أحد عنده أي سؤال له هلأ طبعاً إنجينير محمود بالنسبة للـ بغني عن الـ FortiGate؟ لا لا الـ Forti Analyzer بس خصه بالـ Traffic يعني براقب الـ Traffic بشوف إذا صار فيه عندي اختراف هو هو الـ Forti Analyzer بشوف الـ Traffic اللي أنت صارت عندك من خلال الـ Site-ات اللي عندك اللي موصل فيها الـ FortiGate طيب بما إنه فيه ناس ممكن زي ما تعاملوا في الخبرة الكافية مع الـ FortiGate هل هذا الكورس ممكن يفيده؟ أنت كيف قد مستواك أنت تعملت مع الـ FortiGate؟ أتعملت يعني موجود عندنا في الشركة وهذا بس ما تعمق فيه صراحة يعني ممكن ممكن الأشياء هذه طيب خلط ما نريد أن تروح على لفل تاني أنت سواء هلأ أنت خلط بتتعامل مع الـ FortiGate هلأ هون كمان هنطبل نرجع وحنشوف كيف الـ Traffic من ناحية الـ Analyzer أنا عندي قسمين عندي المانجر المانجر هو أنا بتحكم بالـ FortiGate كل ياته من عن طريق مكان واحد وهذا طبعا هنحكي التعريف تبع الـ FortiManger تمام؟ طيب هل فيه معينة مثلا أنا عندي FortiGate واحد ممكن أفعل على الـ FortiManger ولا لازم يكون عندي بلق راوتر إذا كممكن تكنيكلي أكيد لو عندك واحد أو عندك مية أكيد بس ما حدا عنده FortiGate واحد بيشتري FortiManger بيعمله مانجمنت تمام ماشي؟ تمام أسوي كتكنيكا الواجهة أكيد أنا بادر أحطه بادر أمانج فيه تمام تمام هلأ مين الناس اللي بتاخد هاي الكورس اللي بتطور من حالك يعني أوكي في كثير عائلة مثلا أوكي عنده بالشركة FortiGate واحد تمام بس ممكن يكون عم بيبحث عن شغل تاني تشتغل مثلا بشركة مثلا IT Solutions اللي بتقدم فعندك واحد من العمل مثلا عنده 15 سايت 10 زيتات تمام كل سايت مثلا فيه عندك فيه اثنين FortiGate وليكن هاي عندك عشرين فهدو مثلا بتطروا مثلا يحطوا FortiManger أوكي عشان يراقبه طيب هتلاقيه مثلا كمان حيطر يفوت مثلا بFortiAnalizer ليش عشان برضو يراقب الترافيكس اللي عم تحصل عنده وإذا صار في عنده اختراقات أو بالسايتات تعونه برضو من مكان واحد تمام فأنا انت عم بتطلع شوية من مهاراتك وعم بتصير مثلا بمرحلة زي عم بتفوت على أول عتبات السوك اشتركوا في القناة